قرار محكمة العدل الدولية حتى وإن لم ينص على دعوة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار إلا أنه أبقى الشبهات بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية قيد التحقيق وطالب باتخاذ تدابير لمنعها وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قالت بعيدة صدور القرار إن التدابير التي طلبت بها المحكمة لن يمكن تنفيذها من دون وقف إطلاق النار إسرائيل صارعت على لسان رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو إلى الإعلان عن رفضها الامتثال للقرار وانبرت الأصوات الأخرى داخل الحكومة وخارجها إلى الاستخفاف به في دلالة على الاستعداد للإمعان في الجريمة الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن الذي دعت الجزائر إلى انعقاده يوم الأربعاء المقبل لكي يتبين الخيط الأبيض من الأسود عندما يتم عرض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التدابير التي أقرتها المحكمة الولايات المتحدة نظرت إلى القرار من زاويتها الخاصة فقالت إنه يتفق مع رؤيتها بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار الهجمات السابع من أكتوبر الأوروبيون أظهروا مواقف أقرب إلى قبول التدابير التي أقرتها المحكمة ولكن من دون أن يحددوا التزامات واضحة على أنفسهم وقال بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزبوريل والمفوضية الأوروبية إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال الدول العربية والعديد من دول العالم الأخرى التي أجمعت على الإشادة بقرار المحكمة تتوقع من مجلس الأمن المصادقة على سلسلة من الإجراءات التنفيذية سياسات العقاب الجماعي من قبيل قطع الماء والكهرباء وإمدادات الغذاء والدواء هي من بين أول ما يتعين أن تتوقف إسرائيل عن ممارستها وهي أول ما يفصل خيط التنفيذ عن خيط النفاق وذلك فضلا عن التوقف عن أعمال القتل والتدمير ومنع المواطنين من العودة إلى منازلهم محكمة العدل لم تدعو إلى وقف إطلاق النار ولكنها دعت إلى وقف كل ما يفعله إطلاق النار ربما لكي تضع مجلس الأمن وسط تقاطع النار لكي يرى العالم ما نوع الفضيحة التي سوف تختارها الولايات المتحدة وحلفاؤها فتشجع إسرائيل على الإمعان والاستخفاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر